أصيبت امرأة بكسور خطيرة على مستوى الكتف في انهيار جبل فوق بيت هش بحيق صبر زبروني المعروف بلا جلاسيار ببلدية بسجراح بعد هطول أمطار غزيرة كي طح الكاف طح لي الساسورت عن دار كي ضربت الرعدة طح الكاف هذاك يدي هذي كنها يأكل وليد كسرت هنا هذي كنت سترع لشان بيوت هشة وقصديرية مهددة بالانهيار فوق رؤوس ساكينها وأوضاع مزرية يعيشها سكان هذا الحي الذين يطالبون السلطات بترحيلهم طح لي الكافه نأخذوا مزرية الي رعا مقدامي رعي جب هاي طح الي هش نطلبوا سلطات بش يتعجلوننا في الرحلة فرسكو ذوك أشاكفوها عندنا ميت أشاكفوها حاجة هاو كافرة بمازال يزيد يطيح الكافة هذا ذوك تحبوا زيدو تخرجوا بره تصوروه الكافرة هو تاني كمية ما لو كان ترمي عليه عشرين ريت لاما ذوك يزيد يحبط أنا طلب مصرورة تتمحلي يا رحلونا قاعمني شغل أنا في أخر بأجل جاء رئيس البلدية الصباح قال لي صبر واحد شهر ولا أنا ما نقدر شاكي تشوفي بات مع أولادي فزيغو ما كاف منها أنا نحب نروحها تسمانا نرحل وضع يتكرر ومعاناة أيضا في أحياء مثل هاده في ظل غياب السلطات التي تتحدث عن عاصمة بدون قصدير